حرصا من الجانبين على تجاوز الظرف الاستثنائي الذي مرت به العلاقة بين البلدين استقبل نائب رئيس مجرس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مقر وزارة الخارجية نظيره الفلبيني ألم بيتر كايتانو واستعرض الجانبان بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأشمل حيث أثمرت بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة الفلبينية بدولة الكويت قمنا قبل قليل وأمامكم بالتوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزمية بين الجانبين وفي الوقت الذي تعتز فيه دولة الكويت باحتضان ما يقارب 250 ألف مواطن فلبيني مقدرين مساهماتهم القيمة في مختلف المجالات والقطاعات في البلاد لنؤكد في هذا الصدد على حرص دولة الكويت بالحفاظ على أمن وسلامة كافة الجاليات الذين ينتمون إلى 195 جنسية ومن بينهم الجالية الفلبينية وزير الخارجية الفلبينية أكد متانة العلاقة بين البلدين مشيرا إلى أن رفع الحضر عن إرسال العمالة إلى الكويت يعود إلى رئيس بلاده الرئيس دائما يقول لنا اتابع قوانين البلد المضيفة وعبر هذه الاتفاقية تضحت الصورة وتم رفع الخلافة فهي تحتوي على بنود الاتفاق ونحن هنا نشكر دولة الكويت والجهود الدبلوماسية ومن خلال هذه الخطوات يمكننا حل أي مشكلة تواجه مواطننا في الكويت بخصوص رفع إيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت أود أن أقول نحن مستعدون لإرسال توصية للرئيس لرفع الإيقاف بسرعة سواء ما يتعلق بالعمالة الماهرة أو المنزلية الاتفاقية الموقعة بين الجانبين أظهرت حرص الجانبين على استمرار العلاقة المتجذرة منذ أكثر من نصف قرن وتعددت فيها البنود أبرزها العامل على خفض تكاليف الاستقدام واتخاذ الإجراءات القانونية إذا أي إخلال بعقد العمل